أخبار مقلقة تأتي من العراق بشأن انتشار فيروس كورونا مع تسجيل نسبة كبيرة من الإصابات في أول أيام عيد الفطر ما يزيد المخاطر من احتمالية دخول البلاد في أزمة كبرى بسبب عدم القدرة على احتواء هذا الوباء خلية الأزمة النيابية حذرت من كارثة صحية مرتقبة وخروج الأوضاع عن السيطرة في البلاد بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في ظل عجز وزارة الصحة عن مواجهة الجائحة وعدم الالتزام السكاني بقواعد التباعد الاجتماعي وإهمال إجراءات السلامة رأس هذا الإهمال يتمثل في الميليشيات التي تقفز على القوانين ولا تلتزم بها وكأنها تملك حصانة ضد الفيروس أو ترى نفسها أكبر من الامتثال لقوانين صحية خلية الأزمة في صحة الرصافة تقول إن ما يحدث حاليا يعد أخطر المراحل التي يواجهها التاريخ الصحي العراقي متأسفة على ضياع فرص السيطرة على هذا الوباء لو طبقت إجراءات السلامة وأخذت الأمور على محمل الجد فها هي الأسواق لم تغلق وظلت مفتوحة على مسرعيها والمتبضعون كثر ولا يوجد أي حضر والناس غير مكترثة في ظل عوز وفقر يجبرهم على الخروج ورغم ذلك الغالبية لا يرتدون الكمامات والقفازات وتحذر خلية الأزمة في صحة الرصافة من وصول عدد الإصابات بكورونا في بغداد وحدها إلى نصف مليون إصابة في حال استمرار التسيب والتراخي في التعامل مع هذا الوباء البرلمان أيضا رأى أن أزمة كورونا بلغت مرحلة خطيرة وحذر من انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد في غضون عشرة أيام فيما لو استمر الإهمال والتقصير كل ذلك يحصل والحكومة آخذة على نفسها عهدا ألا تبالي بما يحصل وليس في أولويات مهامها